نتناول الآن مثال عن التسويات وهو عبارة عن التمرين الثالث صفحة 152 في هذا التمرين نجد ميزان المراجعة المستخرج من منشأة النجاح في 3012 في نهاية السنة المالية ولكن قبل التسويات لدينا مجموعة من أرصدة الحسابات المدينة والدائنة ثم أعطانا بعض المعلومات الإضافية والتي تخص الأجور والمواد والمهمات والإيجار وإراد الأوراق المالية والخدمات المؤداء للغير والمطلوب إجراء قيود التسويات وقيود الإقفال ثم إعداد ورقة العمل ومن ثم إعداد حساب الأرباح والخسائر وأخيرا إعداد الميزانية نبدأ مع قيود التسوية وقيود الإقفال ونشوف العنصر الأول اللي عليه مصروف الأجور في ميزان المراجعة أعطانا الأجور والرواتب وهي الأجور الفعلية وقدرها 66 ألف وفي المعلومات الإضافية ذكر أن هناك أجور مستحقة قدرها 6000 ريال لم تدفع حتى نهاية العام بناء على ذلك فإنما دفع فعلا أو مبلغ المصروف الفعلي هو 66 وهناك مبلغ مستحق 6000 هذا المبلغ المستحق يعتبر خصم أو التزام على المنشأة لأنها لم تدفعه بعد أما مبلغ المصروف الذي يخص السنة فيساوي ما دفع فعلا مضافا إليه المبلغ المستحق إذن المبلغ الذي يخص السنة 72 ألف وهذا هو المبلغ الذي يجب أن يظهر في حساب الأرباح والخسائر إذن مطلوب من قيد التسوية أن يقوم بإظهار الأجور المستحقة وهو الخصم والخصم ينشأ دائن وكذلك مطلوب زيادة الأجور التي سجلت فعلا بدلا ما هي كانت 66 ألف نريد زيادتها أيضا بكمان مبلغ 6000 وهي الأجور المستحقة إذن تأتي الأجور مدينة بمبلغ 6000 حتى تزيد من 66 إلى 72 ثم يظهر الأجور المستحقة ب 6000 في الجانب الدائن لأنها خصم والخصم طبيعته دائن وينشأ أيضا دائن ب 6000 إثبات الأجور المستحقة تم ذلك في نهاية العام وهو 3012 أما قيد الإقفال فهو يقفل المبلغ السنوي في حساب الأرباح والخسائر الأجور كانت 66 أضيف إليها 6 تصبح مجموعة الجديد 72 المصروفات مدينة والإقفالها تصبح دائنة إذن من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مصروف الأجور وبذلك يكون تم إقفال مصروف الأجور إقفال مصروف الأجور في حساب الأرباح والخسائر في نهاية السنة 3012-1422 البند الثاني وهو المواد والمهمات في ميزان المراجعة أعطانا أن المواد والمهمات عند شراءها تم تسكيلها على أنها أصل بمبلغ 7000 ثم استخدم منها جزء وتبقى منها جزء في نهاية العام قدره 1800 ريال إذن المصروف هو الجزء المستخدم والجزء المستخدم عبارة عن المبلغ الذي تم شرائه بالكامل مخصوما منه المبلغ المتبقي أي أننا اشترينا المواد والمهمات ب7000 وتبقى منها 1800 إذن الجزء المستخدم هو 5200 وهو الذي يمثل المصروف إذن المبلغ المتبقي 1800 يمثل الرصيد الجديد للأصل لأن المواد والمهمات سجلت كأصل نحن نريد تخفيط قيمة هذا الأصل بدلا من 7000 ليصبح 1800 فقط ويتم ذلك من خلال إظهار المصروف والمصروف ينشأ مدين ولتخفيط الأصل يتم عكسه فيصبح دائن إذن في قيد التسوية ينشأ لدينا المصروف من حساب مصروف مواد ومهمات بالمبلغ المستخدم هو 5200 هذه الـ 5200 هي عبارة عن تخفيط لأصل المواد والمهمات فينشأ دائن أو يظهر دائن بحيث يتم تخفيطه بمبلغ 5200 إثبات مصروف مواد ومهمات في 3012 يترتب على هذا القيد يترتب على هذا القيد يترتب على هذا القيد ظهور المصروف وكذلك تخفيط أصل المصروف ظهر بـ 5200 ويقفل بها في حساب الأرباح والخسائر من حساب أرباح وخسائر إلى حساب مصروف مواد ومهمات بالـ 5200 أما في الميزانية فإن الأصل المتداول المسمى بالمواد والمهمات عقب هذه القيود تصبح قيمته 1800 البند الثالث مصروف الإيجار في ميزان المراجعة ذكر أن الإيجار سجل على أنه إيجار مقدم أي أنه سجل على أنه أصل قدره 3000 إلا أنه ذكر في المعلومات الإضافية أن هناك أن الإيجار مدفوع مقدما بالكامل يوم واحد واحد أي في بداية السنة ولكن عن فترة 15 شهرا ويخص السنة منها فقط 12 شهر إذن المبلغ الفعلي كان 30 ألف نحسب الإيجار الشهري وذلك من خلال القسمة على 15 شهر إذن الشهر الواحد تكلفة الإيجار الخاص به 2000 ريال وعام 22 به 12 شهر إذن الإيجار السنوي الخاص بعام 1422 عبارة عن 12 شهر في 2000 ريال يساوي 24 ألف ريال وهي عبارة عن مصروف الإيجار الذي يخص السنة إلا أن ما دفع كان 30 ألف إذن نحن نريد الآن إظهار المصروف والمصروف ينشأ مدين وينشأ مدين عن طريق تخفيض قيمة الأصل بدلا ما كان 30 يصبح 6000 يعني 30 ناقص الـ 24 يصبح رصيده الجديد 6000 ويظهر ضمن الأصول المتدولة قيد التسوية يظهر المصروف فيظهر المصروف مدين من حساب مصروف الإيجار بالمبلغ الذي يخص السنة وقدره 24 ألف إلى حساب الإيجار المقدم 24 ألف بذلك يكون ظهر المصروف وهنا تم تخفيض الأصل إثبات مصروف الإيجار الذي يخص السنة يوم 3012-22 جناء على ذلك فإن قيد الإقفال يقوم بإقفال المصروف وقدره 24 ألف من حساب الأرباح والخسار إلى حساب المصروف 24 ألف إقفال مصروف الإيجار في 3012 أو في نهاية العام البند الرابع وهو إراد الأوراق المالية ظهر أن في ميزان المراجعة كان إراد الأوراق المالية الفعلي الذي حصل بالفعل كان 46600 وذكر في المعلومات الإضافية أن الإراد الذي يخص الفترة ليس 4600 وإنما هو 6000 إذن يوجد إراد مستحق لم يحصل بعد فإذا كان المبلغ الفعلي 4600 والمبلغ الذي يخص السنة 6 إذن الإراد المستحق هو عبارة عن الفرق بين المبلغين ويساوي 1400 ريال وحيث أنه حق للمنشاء على الغير فإنه يظهر أصل من ضمن الأصول المتدولة وبناء عليه يكون مطلوبا من قيد التسوية زيادة الإراد من 4600 إلى 6000 وذلك بأن يتم إضافة 1400 على هذا الإراد وتظهر تحت اسم إراد مستحق إذن في قيد التسوية الإراد المستحق أصل ينشأ مدين من حساب إراد أوراق مالية مستحق بمبلغ 1400 إلى حساب إراد أوراق مالية ب1400 بناء على ذلك يكون قد ظهر لدينا أصل وكذلك تم زيادة الإراد إثبات إراد أوراق مالية مستحقة يوم 30-12 إذن الإراد ترتب على هذا القيد أن زاد الإراد بعدما كان 4600 أضيف إليه 1400 يصبح رصيده الجديد هو الذي يخص السنة وقدره 6000 وهي التي تقفل في حساب الأرباح والخسائر والإراد دائن والإقفاله يصبح مدين من حساب إراد أوراق مالية إلى حساب الأرباح والخسائر 6000 إقفال إراد الأوراق المالية في حساب الأرباح والخسائر يوم 30-12 البند الخامس إراد خدمات مؤده للغير الإرادات المحصلة فعلا خلال العام كانت 196 وفي المعلومات الإضافية ذكر أن هناك خدمات أدية ولم تحصل بعد وقدرها أي 4000 ريال إذن المبلغ الذي يخص السنة ليس 196 وإنما يجب أن يضاف إليه الأربعة ألاف وهو الذي يمثل الإراد المستحق والإراد المستحق أصل يظهر ضمن الأصول المتدولة وبناء عليه يكون الإراد السنوي عبارة عن 200 ألف وهي التي تقفل في حساب الأرباح والخسائر يقوم قيد التسوية بإظهار الإراد المستحق كأصل مدين من حساب إراد خدمات مستحقة بأربعة ألاف إلى حساب إراد الخدمات حتى يتم زيادتها من 196 إلى 200 بأربعة ألاف إثبات إراد خدمات مستحق 30-12-22 قيد الإقفال يقفل الإراد السنوي وقدره 200 ألف من حساب الإراد بـ 200 ألف إلى حساب الأرباح والخسائر بـ 200 ألف إقفال إراد خدمات في 30-12 بناء على ذلك تكون قد انتهت قيود التسوية ننتقل إلى المطلوب الثاني وهو إعداد ورقة العمل ورقة العمل نلاحظ أنها تتكون من 6 أعمدة العمود الأول يسمي الحساب العمود الثاني يخص ميزان المراجعة قبل التسويات وينقسم إلى مدين ودائن العمود الثالث يخص قيود التسوية وينقسم إلى مدين ودائن العمود الرابع وهو ميزان المراجعة قبل التسويات وينقسم إلى مدين ودائن ثم العمود الخامس يخص حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل وينقسم إلى مصرفات وإرادات ثم بعد ذلك لدينا العمود الأخير وهو قائمة المركز المالي أو الميزانية والتي يظهر بها الأصول في الجانب الأيمن والخصوم حقوق الملكية في الجانب الآخر بعد ذلك نقوم بنقل ميزان المراجعة كما ورد في التمرين ثم نظهر الإجمالي وقدره 315 و600 في الجانبين المجموعة 315 و600 نبدأ بعمل قيود التسويات القيد الأول كان من حساب الأجور والرواتب إلى حساب الأجور المستحقة ثم القيد الثاني كان من حساب مصروف المواد والمهمات بـ 5200 إلى حساب المواد والمهمات بـ 5200 القيد الثالث كان من حساب مصروف الإيجار إلى حساب الإيجار المقدم قيد الرابع كان من حساب إراد أوراق مالية مستحقة بـ 1400 إلى حساب إراد الأوراق المالية بـ 1400 القيد الخامس والأخير من حساب إراد خدمات مستحقة بـ 4000 مدين إلى حساب إراد خدمات بأربع تلاف دائن مجموع الطرف المدين والدائن لقيود التسوية أربعين وستمئة بعد ذلك نقوم بعمل ميزان المراجعة بعد التسوية وسوف نلاحظ أن هناك بعض الأرصدة لم تتأثر بقيود التسوية فمثلا الأثاس والتركيبات كان بخمسة واربعين ألف وسبعمية تظهر كما هي بخمسة واربعين ألف وسبعمية مدين ثم المواد والمهمات تأثرت كانت سبعة أخذ منها خمسة ومئتين يتبقى فيها ألف وتمنمية الإيجار المقدم كان تلاتين أخذ منه أربعة وشرين يتبقى به ستة ألاف المدينون لم تتأثر والنقلية لم تتأثر الأجور والرواتب كانت ستة وستين أضيف إليها ستة فأصبحت اثنين وسبعين الدائنون كانت خمسة لم تتأثر تظهر في الدائن خمسة إرادة الخدمات كان مية ستة وتسين أضيف إليه أربعة فيصبح ميتين ألف رأس المال لم يتأثر إرادة أوراق مليا كان أربعة وستمية أضيف إليه ألف وربعمية فأصبح ستة ألاف الأراضي لم تتأثر تظهر كما هي بمية وعشرين ألف ظهرت بعض الحسابات الجديدة فالأجور المستحقة دائن بستة ألاف مصروف مواد ومهمات خمسة وميتين إيجار أو مصروف الإيجار أربعة وعشرين ألف مدين بعد كده إرادة أوراق مالية مستحقة مدين بألف وربعمية إرادة خدمات مستحقة بأربعة تلاف أيضا مدين عند تجميع الأرصيدة المدينة والأرصيدة الدائنة في ميزان المراجعة بعد التسوية نجد أنها متساوية وقدرها تلتمية سبعة وعشرين في الجانبين بعد ذلك نقوم بتوزيع الأرصيدة التي ظهرت في ميزان المراجعة على كل من قائمتين الدخل وقائمة المركز المالي إذا كانت مصروف وإرادة تظهر في حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل أما إذا كانت أصل أو خصم أو حق ملكية فتظهر في الميزانية أو قائمة المركز المالي الأثاث والتركيبات هو أصل ثابت يظهر ضمن الأصول وخمسة واربعين ألف وسبعمية المواد والمهمة أصل أيضا يظهر ضمن الأصول الإيجار المقدم أصل يظهر ضمن الأصول وكذلك المدينون وكذلك النقضية كلها ظهرت ضمن الأصول بعد ذلك مصروف الأجور والرواتب بـ 72 ألف يظهر ضمن المصروفات 72 ألف ثم الدائنون تظهر في الميزانية في الجانب الخصوم بـ 5000 إرادة الخدمات يظهر ضمن الإرادات في قائمة الدخل أو في حساب الأرباح والخسائر بـ 200 ألف بعد ذلك رأس المال يظهر ضمن الخصوم في الميزانية بـ 110 ألف إرادة الأوراق المالية بـ 6000 يظهر ضمن الإرادات في حساب الأرباح والخسائر الأراضي تظهر في الميزانية ضمن الأصول بـ 120 ألف بعد ذلك الأجور المستحقة تظهر بمبلغ 6000 ضمن الميزانية في الخصوم ثم بعدها مصروف المواد والمهمات بـ 5200 كمصروف يظهر ضمن حساب الأرباح والخسائر في المصروفات مصروف المواد والمهمات كان بـ 5200 مصروف الإيجار 24 ألف ضمن المصروفات أيضاً إرادة أوراق مالية مستحقة ضمن الأصول وكذلك إرادة الخدمات المستحقة يظهر ضمن الأصول نبدأ بعد ذلك بترصيد حساب الأرباح والخسائر فنجمع الجانبين سوف نلاحظ أن الجانب الدائن في بـ 206 ألف وهو أكبر من الجانب المدين أو أن الإرادات أكبر من المصروفات مجموعة الإرادات 206 نكتبها في الجانبين ونخصم منها مجموعة المصروفات سنلاحظ أن هناك فرق قدره 104 ألف وتمنمية هذا الفرق يمثل بالنسبة لهذه المنشأة صافي ربح حيث كانت الإرادات أكبر من المصروفات صافي الربح هذا يضاف أيضا في نفس الوقت إلى حقوق الملكية ضمن الميزانية 104 وتمنمية إذا قمنا بتجميع الميزانية فلابد من تساوي مجموعة الأصول مع مجموعة الخصوم وحقوق الملكية نجد أن المجموعة 225 وتمنمية 225 وتمنمية متساويين ننتقل إلى المطلوب الثالث وهو إعداد حساب الأرباح والخسائر نستخدم نفس البيانات التي وردت فيه ورقة العمل وننقل الإرادات إلى جانب الإرادات والمصروفات إلى جانب المصروفات فمن ضمن الإرادات كان لدينا إرادين إراد خدمات بـ 200 وإراد أوراق مالية بـ 6000 المصروفات كان لدينا مصروف الإيجار بـ 24 الوجور والرواتب بـ 72 المهمات كانت 500 المجموع 200 و6000 كإرادات نخص منها المصروفات يكون الربح 104 وتمنمية وهذا الربح يضاف إلى صافي إلى حقوق الملكية في الميزانية وهو المطلوب الرابع وهو إعداد الميزانية يظهر بها الأصول في الجانب الأيمن والخصوم حقوق الملكية في الجانب الأيصر نبدأ بالأصول لدينا الأصول المتدولة لكن فيها مواد ومهمات 1800 ومدينون بـ 5600 نقضية 4400 إيجار مقدم 6000 إراد أوراق مالية مستحق 1400 وإراد خدمات مستحق 4000 مجموع الأصول المتدولة 60100 الأصول الثابتة الأثاث كان 45700 والأراضي كانت 120 ألف مجموعهم 165700 ننتقد للخصوم المتدولة نجد فيها الدائنون بـ 5000 والأجور المستحقة كانت 6000 إذن مجموحهم 11000 حقوق الملكية رأس المال 110 يضاف إليه أرباح العام التي وردت من حساب الأرباح والخسائر بـ 140800 مجموحهم 214800 عند جمع الجانبين لابد أن يتساوية 225800 225800